كما كان متوقعا جبهة البوليزاريو تتفق على إبراهيم غالي لخلافة محمد عبد العزيز على رأس الجبهة وعلى رأس الجمهورية الصحراوية ابن قبيلة اركيبات ولاد الطالب يواصل قيادة قطار التحرر في الجمهورية الصحراوية وتعتبر تسكيته أمرا منطقيا لاعتبارات عدة في مقدمتها كونه من الرعيل المؤسس لجبهة البوليزاريو ابن اعلان الكفاح المسلح قبل أربعة عقود وارتباط اسمه بالمفاوضات مع المغرب حيث كان ضمن الوفود التي التقت للملك الراحل حسن الثاني بالإضافة إلى تمثيله الجمهورية الصحراوية كسفير فوق العادة في مضريد والجزائر وتنتظر ركيب الطالب كما يسميه الصحراويين العديد من الملفات منها ما هو الداخلي في مقدمتها تكوين حكومة جديدة وكسب مؤيد الرئيس الراحل عبد العزيز أما في الخارج فالمهمة أكبر ستكون دبلوماسية وتستوجب على إبراهيم غالي وضع جل خبرته السياسية فالأولى داخل مجلس الأمن من خلال إقناع المجلس بضرورة توسيع ما هم بعتة المينورسو لتشمل حقوق الإنسان والتاني يكسب اعترافات جديدة من طرف عواصم عالمية فيما يبقى الرهان الأكبر والمنتظر منذ عقود وهو الضفر بحق تقرير المصير سيما وأن قدرة الصحراويين على تنظيم انتقال سلمي وسليس للسلطة يعتبر برأي الكثيرين انتصارا ديمقراطيا وسياديا وتنظيميا يؤشر على التطلع إلى الاستقلال